موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة كشف الصحافة ونطالع بداية أهم ما قالته المواقع الإخبارية اليمنية موقع الموقع بوست تابع الأنشطة التي تقوم بها الحائزة على نوبل السلام توكل كرمان في زيارتها الأخيرة إلى مقر الأمم المتحدة وقال الموقع توكل كرمان تدعو إيران إلى الكف عن تدخلها في البلدان العربية وخلق الميليشيات المسلحة وطالبت توكل كرمان من إيران الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية كما دعتها إلى بناء علاقات سليمة قائمة على حسن الجوار والكف عن خلق الميليشيات المسلحة في المنطقة العربية وإمدادها بأنواع الدعم والمساندة لتقويض البلدان وقال التوكل كرمان في كلمتها سيكون لزاما علينا أن نعمل على إيقاف حرب المستبدين على شعوبهم والسلام داخل الدول لا يقل أهمية على السلام بين الدول والحروب التي تشنها البلدان على بعضها لا تزيد بشاعة من تلك الحروب التي تشنها الأنظمة المستبدة على مواطنيها الحالمين والمكافحين في سبيل المواطنة المتساوية كما دعت إلى إيقاف إطلاق النار في اليمن بالتوازي وبالتزامن مع انتهاء كافة الإجراءات الإنقلابية والعودة إلى ما سبق أن توافق عليه اليمنيون وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات أصلة ونشدت كرمان المجتمع الدولي المساعدة على بناء وصناعة السلام في اليمن بناء على هذه الأسس الأسس مرجعيات مجلس الأمن المشكلة التي حدثت داخل سجن في العاصمة المؤقتة عدن وكادت أن تتطور إلى وقوع ضحايا أبرياء علق حولها موقع عدن الغد ووصفها بأنها حركة تمرد وعنوان إخماد تمرد محدود بسجن المنصورة بعدن يقول الموقع في التفاصيل أخمدت قوات الأمن المحلية بمدينة عدن تمرد نفذه العشرات من نزلاء سجن المنصورة المركزي بعدن وقال مسؤول أمني يعمل في حراسة السجن لعدن الغد إن عددا من نزلاء السجن نفذوا احتجاجات وقاموا بإحراق بطانيات وحاولوا تحطيم بوابة صغيرة في السجن يتابع عدن الغد أطلق جنود يتولون حراسة السجن قنابل غاز مسيلة للدموع سقط بعضها خارج أسوار السجن سنكون يوما ما نريد تحت هذا العنوان كتب عامر السعيد مقاله المنشور في المصدر أونلاين وقال الكاتب أمي في غرب اليمني وأنا في شرقها وبيننا حقل ألغام مقبرة مجهولة وأسالب كثيرة للتعذيب حتى الموت روحي في صنعاء وجسدي في مأرب وأحلامي كدموعي في كل مكان والطرقات كلها تؤدي إلى الجحيم موقفي قناعتي وحقي في الرأي والتعبير ذنب الوحيد والكبير الذي حال بيني وبين الحياة جعلني شريدا طريدا مكشوف الظهر والقلب لقد خرجت مع أصدقائي للشارع خفافا من كل شيء مثقلين باليمن نرفض الموتى وندعو إلى الحب والسلام ونحلم بدولة توفر لنا أدنى حد من السلامة والعيش الكريم كنا مجرد حالمين لم نحمل سلاحا غير الكلمة والقلم وحب البلاد ومع ذلك دهستنا سيارات الميليشيا ورشقتنا الشرفات الناعمة بالحجارة والرصاص لا جيش يغضب من أجلنا ولا مجتمع يدرك حجم الورطة التي أوقعنا فيها الزمان على حين غفلة من الأرض والسماء أيام وأصبحنا متهمين بالوطن بالعلم الجمهوري بأغاني أيوب طالش وبالأحلام الأحلام التي كبرت معنا منذ كنا صغارا بلا ألعاب ولا صور ولا حياة أو أمل فيها بعدما احتكرها الضلال في عوائل بلا ضمير أنا الليلة أعيش بأنفاس ثقيلة وبرغبة كبيرة في البكاء العنيد وبرعب شاسع من النجوم والعناكب ومن شماتة الملائكة والشياطين بلا أهل ولا أصدقاء أعيش في مدينة لا يعرفني فيها أحد إلى الطريقة إلى سوق القات ومرابض الوحشة والشجن ولا أعرف فيها إلى صور الشهداء التي تفهمني وتتحدث معي كما لو أن وجوم وجهي الغريب يثير شفقتها فتنهض المصافحة والنوم معي أحيانا على رصيف واحد لن نترك أرضنا للموت ولا عاصمتنا للظلام ولا رقابنا تحت رحمة ذي الفقار في الشأل السياسي قال موقع يمن مونتور إن كيري يعود إلى الرياض الأسبوع القادم وأفاد الموقع أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكية يعود لدعم مبادرته بشأن حل الأزمة اليمنية بعد تسريبات بلقاء وفد الحوثي صالح في مصقط ونقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية التي أفادها مظهر دبلوماسي غربي أن العودة ستركز على خطة كيري التي تم الإعلان عنها أواخر أغسطس الماضي في جدة مشيرا إلى أن الهدف من الخطة هو الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وأفاد ذات المصدر أن الزيارة ستطالب بسرعة وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية على الحدود السعودية على اعتبار أن ذلك سيفتح خطوات جديدة نحو السلام توفيت امرأتان في أحد مشافي عدم بسبب انقطاع التيار الكهربائي أثناء إجرائهن عمليات ولادة وتعطل المولد الخاص بالمستشفى وفق ما قاله موقع المشاهد نت والذي أكد أن أقارب المرأتين اضطروا إلى نقلهن إلى مستشفيات أخرى في المدينة ما أدى إلى الوفاة عقب الخروج من المستشفى الأول مباشرة في حادثتين منفصلتين في مستشفى في مشفى تتكرر فيه مثل هذه الحوادث حيث يفتقر لأدنى المتطلبات الطبية ويعاني الإهمال وقال الموقع شيع أهالي كريتر الضحيتين وسط صخط كبير بسبب تردي الوضع الصخيري للمستشفيات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ويغلق المستشفى بشكل متكرر ويومي في وجه المرضى وأثناء إجراء العمليات وذلك على حسب جدول انطفاء وتشغيل تيار الكهربائي الرئيس في عدن منذ أن عطب المولد الكهربائي الخاص قبل شهرين ويتم تسريح طاقم العمل الطبي التخصصي بصورة كبيرة مبادرة كيري اليمنية اللعب في الوقت الضائع تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقتر مقالها المنشور في العرب الجديد وقالت الكاتبة تمثل المقاربة الأمريكية للحرب في اليمن مثالاً نموذجياً للسياسة الأمريكية في إدارتها أزمات الشرق الأوسط التعتمد هذه المقاربة على التحكم بمسار هذه الأزمات مع الحرس على تجنب الإخلال بموازين القوى في المنطقة أو تأثير ذلك على علاقتها مع حلفائها الإقليميين والاستفادة من ثقالها السياسي لحماية مصالحها في المنطقة وبيع الأسلحة للدول المتدخلة في تلك الحروب بعد التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن تحولت الإدارة الأمريكية إلى شرطي مرور منظم سير العمليات العسكرية للتحالف العربي ويسجل مخالفات القانون الدولي الإنساني بمقتضى مصلحته الخاصة ومن ثمة فإن اليمن كحيز جغرافي وسياسي تخاض فيه حرب على مستويات عدة لا يشكل الإدارة الأمريكية أهمية إلا بقدر أهمية دخول السعودية طرفاً رئيسياً في الحرب اليمنية ترتكز مقاربة الإدارة الأمريكية للحرب في اليمن من مقتضيات علاقاتها مع حليفها السعودي وتتأرجح سلباً وإيجاباً تابعاً لتعقيدات القضايا الأخرى في المنطقة فلم يكن الدعم اللوجستي الذي قدمته الإدارة الأمريكية للسعودية شيكاً على بياض كما صرح أحد مسؤوليها العسكريين حيث استثمرت أمريكا حاجة السعودية لأسلحة لتصبح ثاني موولاً للأسلحة بعد بريطانيا في حين احتفظت بحقها الحصري في استخدام المجال الجوي اليمني بما يخدم استراتيجيتها في تنفيذ ضربات على تنظيم القاعدة لكنها بعد تصاعد الخلافات مع منظمة أطباء بلا حدود على خلفية استهداف طيران التحالف كوادرها سحبت مستشاريها العسكريين من الرياض وتنصلت من حليفها السعودي في ترقمة واقعية للقاعدة الأمريكية الحاكمة لعلاقتها السياسية بالدول العربية شركاء في الأرباح فقط موقع عدن تايم تابع موقف السياسي اليمنية سين سعيد نعمان بشأن تشكيل مجلس سياسي في عدن ينظر إليه على أنه قائم على أسس غير منطقية وقال الموقع الدبلوماسي البارز نعمان ينفي دعوته لتشكيل مجلس جنوبي وأكد نعمان أنه لم يصرح لأي من الصحف بخصوص موضوع المجلس أو غيره وأشار إلى أنه يعرف كيف يعبر عن مواقفه ومتى تجاه الأحداث المختلفة وقال هذا الأسلوب الرديء الذي تمارسه مطابخ إعلامية رديئة فهدفه خلط الأمور ولكن بدرجة بائسة من الكذب والتزيف ومن عنوين الموقع الرياضية تكريم الكاف ضمن كبار إعلامي القاهرة حيث اختار الاتحاد الأسيوي للصحافة الرياضية الإعلامي الرياضي سامي الكاف رئيسة أحرير جريدة موقع الملعب للتكريم على مستوى قارة آسيا ضمن كبار إعلامي القارة في يوم الصحافة الأسيوي الأول الذي ينظمه الاتحاد الأسيوي للصحافة الرياضية وتستضيفه العاصمة التركمانستارية عشق أباد الأسبوع القادم موقع المصدر أونلاين عنونا حول آخر التطورات الميدانية وقال قوات الجيش والمقاومة تحرر مواقع شمال لحج وسقوط تسعة قتلى في المواجهات أما عن آخر التطورات في تعز فيعنون الموقع الجيش والمقاومة يصدان هجوما لقوات الإنقلابيين غرب تعز عنوان آخر للموقع حول آخر التطورات في مأرب والبيضاء مقتل ثلاثة من الحوثيين حاولوا التسلل إلى مواقع المقاومة بين مأرب والبيضاء ونذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهمة نقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود اللقاء بكم مشاهدين الكرام ونطالع أبرز وأهم مقالة الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من العرب الجديد والتي عنوانت نقص القذاء عشرات الآلاف غرب اليمني مهددون بالجوع تقول الصحفة يواجه آلاف اليمنيين بينهم أطفال نقصا حادا في الغذاء نتيجة عدم توفر الطعام وسوء التغذية وتوقف مصادر الدخل بسبب الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام ونصف العام تتابع الصحفة بدأت بوادر مجاعة حقيقية تظهر في مديرية محافظة الحديدة بإقليم اتهامة حيث بات السكان عاجزين عن توفير الطعام والماء ويعيشون بدون كهرباء بعد توقف الخدمات الأساسية وقال مصدر محلي إن مناطق وقرى مديرية التحيط على الشريط الساحلي بمحافظة الحديدة تعيش وضعا مأساويا وصعبا للغاية حيث تقطن هناك أشد الأسر فقرا وعوزا في ظل وضع حرج دونما أي التفات من قبل الجهات الرسمية الداخلية أو المنظمات الإنسانية الدولية ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأطفال من مديرية التحيط بمحافظة الحديدة وقد أصبحوا مجرد هيكل عظمي بسبب الجوع وسوء التغذية ويبلغ عدد سكان البلدة سبعة وستين ألفا وستمائة وستين نسمة الناشط المحلي عبدالله الدروبي قال للعربي الجليد في التحيط أطفال لا يعرفون ما هي الحلوى كانت وجبتهم الخبز لكن حتى ذلك لم يعد ممكنا كل طفل هنا تحول جسمه إلى عظم وجلد الناس هنا يموتون وإلى العاصمة صنعاء حيث عنونت صحيفة الاتحاد الإماراتية صنعاء إلى إضراب شامل ابتداء من اليوم وفي التفاصيل أوردت الصحيفة أن موظفين يمنيين دعوا إلى إضراب شامل في جميع مؤسسات الدولة في القطاعين الحكومي والمختلط ابتداء من السبت للمطالبة برواتب متأخرة وتحييد البنك المركزي في العاصمة صنعاء الخاضعة لهيمنة المتمردين الحوثيين واتهم موظفون شكلوا ما أسموها برابطة موظفي الدولة الحوثيين بمصادرة مؤسسات الدولة ومواردها الاقتصادية والخزينة العامة منذ استيلائهم على السلطة في صنعاء وطالبوا في بيان انتلقت الاتحاد نسخة منه جماعة الحوثي بإيقاف العبث الذي تمارسه في جميع القطاعات وإعادة ما نهبته وما صادرته من استحقاقات للموظفين ودعوا كافة موظفي الدولة في القطاعات الحكومية والمختلطة إلى الإضراب الشامل وتعليق الشارعات الحمراء ابتداء من يوم السبت نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اللواء ناصر الظاهري قوله إن الإمداد الإيراني للحوثيين مستمر ولم ينقطع منذ أن انقلب المسلحون على الشرعية مستغلين كل الظروف التي تمر بها البلاد من ضعف مراقبة الحدود كما أنهم يستفيدون من الهدونات التي يتفق عليها في تهريب السلاح المتوسط والخفيف للإنقلابيين وأشار اللواء الطاهري إلى أن الجيش يعمل في هذه الفترة على جمع المعلومات كافة حول عمليات التهريب وآلية إدخال السلاح الإيراني للأراضي اليمنية فيما يرصد المختصون في الجيش الشبكات أو الجهات التي تقوم بنقل هذه الشحنات من إيران إلى الجبهات المشتعلة موضحا أن هناك كثيرا من الاحتمالات التي يرصدها الجيش والجاري التعامل معها التي تستهدف البلاد وقال اللواء الطاهري أن الميليشيات تعيش مرحلة حرجة وتخبطا كبيرا في الاستراتيجية العسكرية والمواجهات المباشرة مع الجيش كما أن معنويات أفرادها والتي نلمسها أثناء سقوطهم أسرى في قبضة الجيش منهارة جدا ومنهم من يفر من المعارك قبل تقدم الجيش مخلفين أسلحتهم في الموقع نيران في الضوء وصدام في الظلام تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب كذلك هي الحال في اليمن تخفي الحرب ما وراءها نيران ملتهبة في الأجواء ودمار في الأرض لا يتوقف حرب ساخنة طاحنة ودامية لكن وراء النيران صدام في الظلام يفصح بأكثر مما يكتم وربما أن هذا الصدام يفتح ممرا لاجتياز نقطة النار يعرف العالم أطراف الحرب المعلنة وإن كان القليلون يدركون خفاياها وفي الصورة أن القتال دائر بين قوات الحكومة بقيادة الرئيس عبد الرب منصر هادي مسنودا بالتحالف العربي وبين جماعة الحوثي والرئيس السابق صالح مدعومين بجهد من إيران وأن هناك قتالا آخر بين هادي والمتعاونين معه وبين تنظيمي القاعدة وداعش مع شبهات كثيرة لمن يحركهما من الداخل والخارج هذه الحرب المكشوفة لا تخفى على الكثيرين وإن كانت التباسات لازمتها وجعلت بعضهم يتساءلون عن دواعي تبديل قوى سياسية لمواقفها منتقلة من النقيض إلى ضده وقد لاحظت أن تساؤل ملح من النخب السياسية والفكرية في بلدان عربية عدة حيث وضعت رهانها على أنظمة لم تكن معها في حالة وئام أغلب هؤلاء الحائرين أو الغاضبين ينقصهم الإطلاع الكافي على تعقيدات الواقع اليمني وربما أخذوا من الأشياء ظواهرها وصدقوا أن الحوثيين عازمون على اقتحام طروادة بدك الأسوار أو فوق الحصان الخشبي وأن إفناء إسرائيل أمر محتم إنفازوا وسادوا في اليمن رغم أن أحدا بعد ذلك لا يتمنى اكتمال المشروع الحوثي واصلا إلى الموت لأمريكا وإلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي جاء فيها الشرعية تستعد لتحرير مختطفين من الميليشيات بالبيضاء تقول الخليج اختطفت ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية عددا من المواطنين بعد أن أغلقت سوق المنقطع في مركز مديرية دي ناعم بمحافظة البيضاء التي تستعد قوات الشرعية لإطلاق عملية عسكرية لتحريرها إثر وصول طلائع من قوات الجيش الوطني إلى غرب المحافظة تتابع الصحيفة أغلقت الميليشيات سوق المنقطع للمرة الثانية بعد أن قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي لإرعاب المواطنين في السوق لتتمكن من إغلاقه وتنفيذ عملية الاختطاف فيما اقتحمت أحد المباني وحولته إلى السجن واستحدثت نطة وسط منطقة الرباط لاختطاف المواطنين صحيفة القدس العربي تابعت تعيين إحدى ضحايا الخروب كمسؤولة أممية وقالت الصحيفة الأمم المتحدة تعين الفتاة الإزيدية ضحية تنظيم الدولة الإسلامية سفيرة للنوايا الحسنة وقررت الأمم المتحدة تعيين فتاة إزيدية تعرضت للاغتصاب والتعذيب والاستعباد الجنسي من جانب تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في العراق سفيرة للنوايا الحسنة تكريما لها وتأكيدا على كرامة الناجينة من الاتجار بالبشر وفي حفل عاطفي مؤثر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبلت نادية مراد طاها 23 عاما التكريم من الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون لتصبح أول ضحية للتجار بالبشر تشغل منصب سفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة وتتابع القدس بعد ثلاثة أشهر من الأسر تمكنت نادية مراد من الهرب وأعيد توطينها في ألمانيا منذ ذلك الحين وقالت إنه يشرفها أن تعينها الأمم المتحدة لتمثيل الملايين من ضحايا للتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم نأخذكم في جولة مصورة بين أهم الصور التي وردت اليوم حيث نشر موقع عدن الغد مجموعة من الصور لأحد الصحفيين اليمنيين تحت عنوان قصة صحفي يمني حولته الحرب والخوثيون إلى نادل في مطعم صوملي والصحفي هو عبد الحاج يظهر في هذه الصور في أماكن مختلفة أثناء عمله وفي البلد المضيف الصومال التي أصبحت بديلا عن وطنه اليمن التي هرب منها تاركا أسرته في إحدى القرآن ترجمة نانسي قنقر مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى اللقاء بحول الله مجموعة من رسوم الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر مجموعة من رسوم الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر